يا مسائل حلويات معكو خالد ودي حلقة جديدة من أخبار على القهوة النهاردة عندنا كزا حاجة هتكلم فيها ولكن قد يكون أكثرهم حماسا هو الريلمي X2 Pro الجهاز اللي هو يعتبر أول فلاكشيب لريلمي فلاكشيب دي معناها شيب سيت قوية وهي سناب دراجون 255 بلس اللي هي أخر حاجة نزلة لغاية دلوقتي فهحب أبشرك بجهاز جبار مش حبيب أتقول في الانترو يلا بينا نبتدي خليني يا سيدي على رواقق بقى أقولك الريلمي X2 Pro ده موجود فيه إيه ده موجود فيه شاشة 90 هرتز ما شاء الله أول فلاكشيب ينزلوه نزلو بتقيل كده على طول الشاشة فلاود هو من نوع أموليد وطبعا سناب دراجون 255 بلس زي ما قلتلكم كاميرا ربعية المين كاميرا 64 ميجا بيكسل والله هو المستشعر بتاع سامسونج الكاميرا التانية ألتراايد أنجل الكاميرا التالتة دي تلي فوتو اللي هي بتخليك تقدر تعمل أبتيكال زوم مش عشرين اكس فعليا هو هايبريت زوم اللي هو بيكون ما بين الأبتيكال والديجيتال بيكون ماكس ما بين الاثنين والربعة دي أكيد الدبس سنسور شحن خمسين واط سوبر فوك أخيرا هنشوف سوبر فوك في جهاز مش غالي قوي هو أكيد مش هيكون رخيص يعني بس مش بنفس الأسعار العالية بتاعة الفلاكشيبس الشحن الخمسين واط اللي هيكون موجود مع الاكس توب برو ده هيقدر يشحن لك الموبايل من صفر المية في المية في خمسة وتلاتين ديئة بس ما فاتتهمش حتى حتة الصوت لأن السماعات استيريو سماعات الاستيريو دي اللي هي السماعات الليفت والرايت المجسمة ريل مي برضو ولكن دي حاجة معلن عنها وهي السماعات الوايرليس بتاعتها لو فاكرين الفيديو اللي فات بتاع الأخبار انا كلمتوك عن الباتز بتاعت ريل مي الوايرليس دي ولكن هي نزلت فعلا بقى تصميم السماعات دي بيكون على الرقبة اللي هي بتحطها على رقابتك ومجرد الباتز بس بتحطها في ودانك وده اكتر حاجة انا بارتحلها في السماعات الوايرليس بصراحة اكتر حتى من الترو وايرليس اللي هي زي الابل ايربودز والكلام ده السماع دي البيز بوست فيها معمول درايفر بتاعه من الان ووكر ده منتج ميوزيك معروف جدا وهتلاقيكم عارفينه اساسا عامل الاغنية بتاعت فايدد وكذا اغنية تانية لقناع اليوتيوب اساسا فيها التراكات بتاعته كلها ده حد عظيم جدا حدا انا اساسا باسمعت راكات بتاعته فاللي هو انه هو يعمل حاجة زي دي معانا كده ان البيز قوي انا مجربتش السماعه لغاية دلوقتي ولكن كل اللي جربه السماعه برا مصر قاله ان هي احسن حاجة في البيز بتاعتها او في الفئة السعرية بتاعتها الفئة السعرية دي اللي هي كامل اللي هي حوالي 22.5 دولار كده ده طبعا بعد التحويل من العملة الصينية يعني مضادة للعرق يعني لو في عرق جاء للسماعه ما يخليهاش تبوز ولكن مش ضد الميا اللي هو مش مسلا هتحطها في ميا مش هتبوز لا ولكن تقدر تستحمل العرق لو انت مثلا بتلعب رياضة او كده لا تقدر تستحمل تقدر تقعد 12 ساعة انت مشغل عليها اغاني من غير ما تفصل شح حاجة جامدة جدا مسراحة اتمنى ان هي تنزل لنا مصر تكون متوفرة زي ما انا برضو هموت وان هما ينزلوا الريل مي باوربانك اسألني ليه هقولك عشان هو 18 وات ودي حاجة عظيمة جدا يعني حتى معظم اللي موجودين دلوقتي 15 وات فلو ده نزل 18 وات وموجود كمان بالسعر بتاعه ده هيكون فضيع جدا نخش على بعده اللي هو الانور ناين اكس واللي نزلت منه نسخة جديدة 8 جيجا بايت رام ايه لسه في الصين لغاية دلوقتي ونزلة بنفس المعالج اللي هو الكيرن 810 ولكن لغاية دلوقتي كل ده في الصين ما انا عارفش هتطلع برادة النسخة دي 8 جيجا بايت رام 128 جيجا زاكرة وسعرها 293 دولار المعالج الجمد جدا بتاع واوي يبقى اللي هتنزله اللي هو الكيرن 1000 ومعادة ينزله كيرن 970 980 990 ودلوقتي 1000 ده اللي غالبا هيكون موجود في الميت 40 واللي هو بدقة صنع خمسة نانو متر المعالج ده هيتم انتاجه على نص الفين وعشرين هيستخدمه فيه معمارية A77 بدل A76 اللي كانت موجودة في الكيرن 990 خمسة نانو متر الموضوع اتطور قوي فيه اونور نوت جديد المفروض ان هو هينزل تسربت له حاجات كده شيتس تسربت له المفروض ان هو هيكون التابع للنوت تان كان فيه جهاز اسمه اونور نوت تان نزل قبل كده وده المفروض اللي بعديه كل اللي نعرف عنه لغاية دلوقتي ان هو كيرن 810 وشحن سريع 20 واط وان هو بكاميرا خلفية 64 ميجا بيكسل نفس مستشار سامسونج اللي لفع الموبايلات كلها تقريبا اوبو قالت ان في 2020 كل موبايلاتها اللي هتكون معدية 420 دولار هتكون دعمة لل5G الموضوع ده بس عشان لسه تقنية دي جديدة ولكن بعد كده بقى التقنية هترخص هتبقى اقل طبعا فهنقدر ان احنا نشوفها في الميد رينج حيلايا صعب انك تلاقي 5G في موبايل متوسط ولكن احنا مش محتاجينه اصلا احنا في مصر يعني الموضوع بيتأخر جدا عوال ما يوصل لنا لو فاكرين 4G نزل لنا بعدد ايه فاللوه ربنا يسطر يعني وال5G نزل لنا واحنا عايشين الجالاكسي A70S بقى واعتقد ده ناس كتير كانت مستنياها عشان هو في حل المشاكل اللي كانت في الA70 نفس الشاشة الستة وسبعة من عشرة بوصل مستشعر بصمة تحت الشاشة برضو ولكن ده المطور بقى انا قلت لكم ان اجهزة الاسك جديدة البصمة فيها احلى بكتير كاميرا امامية تنين وتلاتين ميجا بيكسل والخلفية نفس المستشعر اللي انا عمال اتكلم عنه كل شوية والهاربعو ستين ميجا بيكسل دي بيكسل بيننج على فكرة فاللوه يعتبر 16 في الاخر الكاميرا التانية كاميرا الزاوية الواسعة والكاميرا التالتة لو محتامة بالاركام فالالترا رايد انجل تمانية ميجا والدبس سنسور خمسة ميجا بيكسل بيصور فور كي وهو نفس المعالج بالزبط اللي كان موجود في ال اي سيفنتي واللي هو سناب دراجون 675 يا ستة يا تمانية جيجا بايت رام 4500 ميلي امبير واترية والحلو بقى الشحن السريع لانه هو 25 واط النسخة الستة مية تمانية وعشرين منه بربعمية وعشرة دولار اما النسخة تمانية مية تمانية وعشرين منه فبربعمية واربعين دولار الجالاكسي اس 11 بقى اللي هو الموبايل الجاي بتاع سامسونج من الفلاكشيبس هيكون جاي بمستشار مية وتمانية ميجا بيكسل سامسونج قالت كمان ان هي شغالة على تقنية الفايف اكس زوم بتاعتها ان هي تقدر تقرب خمس مرات من غير ما تفقد حاجة من جودة الصورة ده هيكون موجود بجانب العدسة المية وتمانية ميجا بيكسل كل ده هيكون موجود في الاس 11 والغالبا هنشوف منهم بيهارات السنة دي لعبوا شوية في الاكوات كده بتاعت الاي او اس 13.2 يعرفوا منها ان هو هيكون فيه سماعات جديدة من ابل بنيز كانسلاشن عارف السماعات الايربوتز زي اللي موجودة دلوقت دي ولكن بقى هيكون فيها اكتيف نويز كانسلاشن الاكتيف نويز كانسلاشن ده بيكون مايك محدود في ظهر السماعة اول ما بتيجي موجات اللي هي بتاعت الصوت بتروح جاية تطلع بنفس الوقت كمان موجات ضدها فتلغي الصوت ده فانت ما تسمعش اي حاجة من اللي جاي لك منبرا دي خطة ابل اللي جاية في الصوت حسب التسريبات فما فيش اي اختلافات في السماعة غير بس الموضوع ده السوار الزكي الجديد بتاع شاومي اللي هو الشاومي مي باند 5 هيكون موجود فيه NFC ال NFC ده اللي هو الاتصال القريب المدى مش عارف لغاية دلوقتي يستعملوه في ايه ممكن في الدفع مثلا اللي هو الفيزا تبقى متوصلة بالباند انه تقدر تدفع بيها اخر خبر بقى موجود هو الجهاز من شاومي وهو السي سي ناين برو مستشعر سامسونج الجديد المية وتمانية ميجابيكسل وسناف دراجون سبعمية وتلاتين جي دي النسخة البرو من السي سي ناين هيتم الاعلانة عن الجهاز يوم 24 عشرة فقدينا مستنين مش عارف بقى ازا كان هينزل لنا مصر ولا لأ ما نزلناش السي سي ناين فمش عارف لغاية دلوقتي بس يا سيدي وده كان كل اللي كنت عايز اقوله لك النهارة في نشرة الاخبار دي ما تنساش لو استفدت منها انك تعملي لايك وانك تدعمني في سبسكرايب من هنا سداني دعمك هيفرق معي جدا واشوفك في فيديو جديد سلام